النهاردة النادي الاهلي بيحقق فوز كبير على فريق أسوان المحترم والمجتهد على ملعب أسوان وسط حضور جماهيري مميز واستقبال حافل من أهالي أسوان للنادي الاهلي وبعثته لرجعت من السودان مباشرة على أسوان تلت أهداف نظيفة وفرص بالجملة وتقلق لجميع اللاعبين لشاركوا النهاردة في كل المباراة مع راحة طبعا بعض اللاعبين المجهدين ضمن سياسة التدوير الروتيشن اللي بيعملها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين دايما خلال هذه الفترة مارسيل كولر بيعملين نهاردة إسلام بيلعب بكرة خمد عفتاح بيلعب بعد محمد هاني بيلعب هكذا مباراة أهلي وأسوان النهاردة كلها مكاسب مش بس النتيجة ولكن استمرار احتكار صدارة الدوري ولكن على الجانب الفني والجانب المعنوي أعتقد أيضا مكاسب بالجملة هنبدأ بالتشكيل اللي كان بيدوم محمد الشناوي أنا بسقف لمحمد الشناوي النهاردة هو أنا بسقف لمحمد الشناوي كل يوم مش النهاردة بس أنا عارف أن حضراتكم قد تكونوا يعني متضايقين من خسارة النادي الأهلي في مباراة الهلال والخطأ اللي عمله محمد الشناوي أنا بقول خطأ اللي عمله محمد الشناوي لأنه خطأ ولكن هو محمد الشناوي عمل إيه تاني في هذه المباراة؟ صد ركل الجزاء تمام محمد الشناوي عمله تاني النهاردة صد ركل الجزاء في مباراة أو كانت النتيجة 2-0 وكان من الممكن جدا أن يحدث أي شيء آخر ولكن محمد الشناوي سيظل دائما هو الحارس الأمين للنادي الأهلي أنا عارف أن حضراتكم سعب تكونوا متضايقين لما الأهلي بيخسر من أي لعيب بيضيع أو من حارس المرمى لما بيخش فيه جون خطأه ولكن في النهاية يجب زي ما حصل من يوم ماتش الهلال أنا عارف أن أنتو زعلته يوم ماتش الهلال فقط لكن بعد المباراة لغاية مباراة أسوان الحمد لله بعد الكرام اللي اتقال في كل برامج النادي الأهلي في خناة النادي الأهلي الكل شاف أن محمد الشناوي يستحق المسندة ويستحق الدعم لأنه مش هو الوحده هو وبقية الفريق بالكامل مباراة خسرناها ماشي خسرنا عندنا مشاكل عندنا مشاكل كانت عندنا مشاكل في مباراة الهلال تحديدا أنا بتكلم عن مباراة الهلال كان عندنا فيها مشاكل كان عندنا فيها مشاكل بعض الأخطاء والهفوات آه بعض الأخطاء والهفوات بتحصل بتحصل مع أحسن لعيبة مع أفضل لعيبة في العالم بتحصل ميسي 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 اللي هو يعني ميسي مش هقول أكتر من كده قاعد سنة في باريس يا الجرما الناس تبص كده تقول الله وتعمل لعينها كده تقول الله أنا ميسي هذه هي كرة القدم كل لعبة كرة القدم اللي لعبه عارفين هذا الأمر وبالتالي محمد الشناوي يستحق التحية ياسر إبراهيم في مباراة الهلال كلهم يستحقوا التحية محمود متولي محمد عبد منعم أنا مش عايز أنسى أسماء كل اللاعبين يستحقوا الدحية ولكن قبل تحية اللاعبين يجب دائما أننا حي الجمهور جمهور النادي الأهلي اللي بيقف خلف فريقه وبيساند وبيدعم فريقه وبيقف دائما في ظهر فريقه فأول يوم بعد المباراة لاقي كل سخن وزعلان وعمال ينتقد أداء فلان وعلان وترتان ولكن من تاني يوم موضوع انتهى لما أنا طلقت مع حضراتكم في هذا البرنامج وقلت لحضراتكم من فضلكم يوم الحد كان الكلام ده يوم الحد قلت لكم من فضلكم نوقف أي حاجة ونعمل حاجة واحدة بس نساند وندعم إيه رأي حضراتكم في الفريق النهاردة؟ أسمع إيه رأي حضراتكم في الفريق النهاردة؟ عندنا أحسن من كده أحسن من كده عندنا أحسن من كده بكتير ولكن عودة بعد ثلاث هزائم من مين؟ من ريال مدريد ومن الفلمانجو وبعد كده الهلال